من جهته أكد عضو لجنة الخدمة النيابية علي الحميداوي أكد وجود موافقة مبدئية من اللجة المالية النيابية لرفع تخصيصات تنمية الأقاليم إلى 5 تريليونات دينار مشيرا إلى أن التخصيصات الحالية لا تتناسب مع حجم الخطط التي وضعتها المحافظة نتابع فعلا التخصيصات لا تتناسب مع حجم الخطط التي وضعتها المحافظات تخصيصات 2 تريليون ونص ومشاريع المحافظات مشاريع كبيرة ومهمة وبالتالي لا بد أن هذه النسبة ترتفع تواصلنا مع اللجنة المالية ومقترحنا أنه تضاعف هذه الرقم ليصل إلى 5 تريليون وهناك موافقات مبدئية من قبل لجنة بهذا الموضوع أغلبية هي مشاريع تتعلق بقطاع البلد التحتية في قطاع الخدمات وأيضا في قطاع السكن أيضا مشاريع مهمة باعتبار توجه الوزاري خصوصا وزارة الإعمار والإسكان هو توجه نحو ملفين مهمين قطاع البلد التحتية وقطاع السكن